السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب المملكة جميعكم اليوم بنخاطبكم من منصة جو أكاديمي وحتى نعلن عن الخطة الرسمية رمادة الأحياء مع الأستاذ إبراهيم صباح خطتنا سليسة وسهلة وبسيطة وتطلب منك التزام مهم جدا أنك تكون ملتزم خلال سنت التوجيه ترى سنت التوجيه هي سنة مش صعبة ولكن أنت تتحكم بنفسيتك تتحكم بالضغوطات اللي حواليك تتحكم بدراستك ضمن خطط محكمة لكل مادة لذلك أنا اليوم رح أحكي عن خطة مادة الأحياء عشان نلتزم فيها جميعنا ونتمكن من المادة أول بأول ونوصل إلى العلامات الكاملة وهي هدفنا دايما أنه نحصل على العلامة الكاملة طلاب 2007 هدفنا في مادة الأحياء هو الحصول على الميتين من ميتين الآن خلينا نشوف هاي الخطة حتى نفهم مادتنا عن إيش بتحكي بالنسبة لمادة الأحياء فهي مكونة في الفصل الدراسي الأول طبعا هاي الخطة للفصل الدراسي الأول على هون إحنا جاعدين بنحكي عن ست دروس وهاي الست دروس مقسمة على وحدتين تمام؟ وإحنا رح نحكي طبعا عن الفروع العلمي والفروع المهنية لذلك بلاك تركز معاي في كل كلمة أنا بحكيها المادة عبارة عن وحدتين المادة عبارة عن وحدتين جو هذول الوحدتين ست دروس تمام؟ أستاذ شو تقسيمة هاي الدروس؟ شو أسماء هاي الدروس؟ عشان أعرف أنا أدخل على المادة وأنا متمكن تماما من مواضيحة وعارف أسمائهم تمام؟ الدرس الأول في الوحدة الأولى هو المركبات العضوية الحيوية لذا لما نحكي مركبات عضوية حيوية أول إش رح يخطر على بالك بأنه شو المركب العضوية الحيوي؟ إحنا في عنا كثير مركبات في الحياة كيف يريد يعرف أن هذا مركب عضوي حيوي في طرق لتمييزها في تجارب تجريها حتى تتميز هذا المركب العضوي وفي أربع أنواع من المركبات العضوية اللي إحنا أصلاً نسمع فيها بحياتنا اليومية وخاصة الرياضيين واللي بيهتموا في النظام التغذية اللي هم الكربوهيدرات والبروتينات والليبيدات يعني الدهون بالإضافة إلى الحموض النووي هاي كلها مركبات عضوية موجودة في أجسامنا تفاصيلها كاملة رح نحكيها في المادة الدرس الثاني بيحكي عن الإنزيمات الدرس الثاني بيحكي عن الإنزيمات هل الإنزيمات وظيفتها بأنها تسرع التفاعلات الكيميائية تسريع التفاعلات الكيميائية الإنزيم شو هو أصلاً هو عبارة عن بروتين يعني الإنزيم هو عبارة عن مركب عضوي يا أستاذ آه عبارة عن مركب عضوي لأنه ذكرت أنت يا أستاذ بأنه لبروتينات من المركبات العضوية تمام ورح نعرف شو وظائف هاي الإنزيمات وشو تركيبها وشو أنواحها وشو التفاعلات الكيميائية تاعتها وشو ممكن في عوامل تأثر على عمل هذه الإنزيمات الآن الدرس الثالث اللي هو في الوحدة الأولى بعدنا إحنا موجودين تفاعلات كيميائية في الخلية وهذا الدرس مطلوب للفرع العلمي فقط الفرع العلمي يعني إحنا قاعدين بس إحنا الآن بنحكي عن جميع الفرع يعني الدرس الأول والثاني داخل مع جميع الفرع الدرس الثالث هذا فقط للعلمي الفرع المهنية بيفشقوا عنه تمام التفاعلات الكيميائية في الخلية هي النوعين من التفاعلات تفاعلات هدم وتفاعلات بناء تمام والتفاعلات الهدم المقصود فيها أو مثال عليها التنفس الخلوي رح نأخذه بتفاصيله سواء كان هوائي أو لا هوائي بالإضافة إلى البناء الضوئي اللي هو يعتبر مثال على عملية البناء طيب هيك خلصنا الوحدة الأولى بنقدر ندخل على الوحدة الثانية الوحدة الثانية فيها دورة الخلية يعني دورة الخلية زي ما نحن نقول إن إنسان بدورة حياة تبدأ بولادته وتنتهي عندها وفاته نفس الشي بالنسبة للخلية تبدأ دورتها عند تكون هذه الخلية وتنتهي عند انقسامها هي نفسها حتى تتكون خلايا أخرى الدرس الخامس بيحكي عن الانقسامات الخلوية وأهميتها اللي هم من نوعين الانقسامات الانقسام الخلوي اللي هو بنقول عنه متساوي وفيه انقسام خلوي بنقول عنه منصف شو الفرق ما بينهم شو آليتهم كله رح نشرحه خلال فصلنا الأول على منصة الجو أكاديمي طيب الدرس السادس اللي هو من طبعا الدرس الثالث من الوحدة الثانية يعني تضاعف الديانية والتصنيع البروتين هذا كذلك مطلوب من الفرع العلمي فقط يعني أنا بفهم بأنه مادة العلمي هي عبارة عن ست دروس مطلوبات بشكل كامل اللي احنا حكناهم وبتفاصيلهم الآن بالنسبة للفروع المهنية مطلوب منهم الأربع دروس مش ستة يعني مطلوب منهم الدرس الأول والثاني من الوحدة الأولى الثالث ملغي ومطلوب منهم الدرس الأول والثاني من الوحدة الثانية والثالث ملغي لذلك طلابنا الأعزاء هذه المادة سيتم شرحها بشكل تفصيلي على بطاقاتنا المتوفرة على موقع جو أكاديمي واللينكات رح تكون موجودة في الكابشن تاع هذا الفيديو خلينا نشوف التاريخ المتوقع لختم المادة الآن دايما الخطة احنا ماشيين بنظام أسبوعي يعني أنا ببعث لطلابي على الجروبات الواتساب على صفحة الفيسبوك بنزلهم خطة أسبوعية وعلى الإنستجرام كذلك بنزلهم خطة أسبوعية أنه أنت عندك الأسبوع هذا لازم تحضر الحصة الفلانية والحصة الفلانية طب أستاذ كم حصة لازم أحضر في الأسبوع أنا مطالبك بحصتين في الأسبوع فقط طب أستاذ كيف بدي أختبر حالي بهاي الحصتين اللي أنا حضرتهم رح ينزل عليهم امتحان الكتروني ورح ينزل عليهم ورقة عمل يعني أنت لازم تكون متأكد تماما بأنك تمكنت من هذا الدرس وذلك من خلال اختبار نفسك بالاختبار الإلكتروني أو من خلال ورقة العمل وكل هذا الكلام موجود على بطاقتنا طاقة جو أكاديمي طب أستاذ أنت وين بتزودنا بأوراق العمل على ملفات الدورة طب الامتحانات الإلكترونية أستاذ بنزلها على صفحة الفيسبوك وبنزلها كذلك على جروبات الواتساب كيف أستاذ بدي أكون موجود معك وبيدي أتابع على صفحة الفيسبوك إبراهيم صباح أحياء التوجيه بإمكانك أنك تدخل على الصفحة وتشوف الآلية اللي إحنا شغالين فيها والخطة اللي إحنا شغالين فيها خطة أسبوعية محكمة كل أسبوع بنزل خطة بتواريخ معينة ما بنغيرها نهائيا لأنه أهم خطوة في التوجيه هي الالتزام بالخطة طب أستاذ كيف بدي أنضم إلى مجموعات الواتساب بتبعث 2007 بتبعث بس 2007 على وين على الرقم 07-8-0-9-5-2-8-8 مباشرة بوصلك لينك لجروب وبتدخل على مجموعة الواتساب حتى تتمكن من متابعة المادة أول بأول متابعة الخطط أول بأول بالإضافة إلى معرفة مواعيد الحصص مواعيد الامتحانات مواعيد أوراق العمل وكل شيء ممكن إحنا نحتاجه خلال فصلنا فضروري أنه نكون موجودين في صفحة الفيسبوك وفي إجروبات الواتساب تمام أستاذ إحنا تأخرنا ولا مش متأخرين أنا بقول الآن بالنسبة للطلاب اللي لسه ما بلشوا أوكي ما في مشكلة ولكن ضروري أنك تبلش مش أوكي وما في مشكلة وتروح تنام لا أوكي ما في مشكلة يبلش الآن تمام طيب أستاذ أنت وين وصلت في هاي الخطة إحنا في هاي الخطة خلصنا درس المركبات العضوية الحيوية بشكل كامل شو يعني أستاذ بشكل كامل آه شو يعني بشكل كامل يعني تم شرح الدرس بتفاصيله الكربوهايدرات البروتينات والليبيدات بالإضافة إلى الحموض النووية بالإضافة إلى الجوة البروتينات في عنا فصائل الدم ونظام الـ A-B-O نظام الـ R-H اللي هما نقل الدم ونقل بلازمة الدم طيب أستاذ هل أنا هيك بكتفي بس بهذا الكلام لا بدك تقدم أوراق العمل لأنها لساتها موجودة والإمكانك أنك تحصل عليها كذلك من خلال الرقم اللي حطنا شو كمان أستاذ بنزل ورقة عمل على كل فكرة ليش لأنه في عنا عمليات حسابية في المادة مش الكل بنتبهلها لذلك لازم أنه نعمل ورقة عمل فيها قوانين حسابية وفيها أسئلة حسابية بجميع الأنواع فكرة عادية وفكرة عكسية وقدرات عليا ويعني جميع أنواع الأسئلة اللي ممكن تيجيك على هاي الفكرة بالإضافة إلى أسئلة اختيار من متعدد يعني بتكون هاي الأسئلة مقالية وحسابية مع بعض تمام؟ يعني أنا الآن بدخل على البطاقة بلاقي في عندي المركبات الهضوية مشروح الكربوهيدرات لحال البروتينات لحال الليبيدات لحالها والحموض النووي لحالها وفي عندي حل ورقة عمل الكربوهيدرات عندي حل ورقة عمل البروتينات حل ورقة عمل الليبيدات وحل ورقة عمل الحموض النووي يعني أي شي بتحضره من خانة الدروس بتلاقي حل ورقة عمل عليه من خانة حل ورقة عمل بالإضافة إلى العمليات الحسابية أنهينا الدرس هذا بالكامل بتروح على خانة حل أسئلة الكتاب وكتاب الأنشطة رح تلاقي جميع الأسئلة اللي وردت في الكتاب يعني أتحقق وفكر أبحث سؤال موجود فوق رسمة مراجعة الدرس بالإضافة إلى الأسئلة اللي موجودة على هذا الدرس من أسئلة الوحدة بالإضافة إلى الأنشطة اللي انذكرت في هذا الدرس أسئلة للتفكير وإلى آخره يعني جميع الأفكار اللي ممكن تيجي على درس المركبات العضوية أنهيناها الآن رح نبلش إحنا في الدرس الثاني الإنزيمات طب أستاذ أعطينا فرصة نخلص الدرس الأول عشان إحنا تأخرنا عنك عشان نبلش في درس الإنزيمات أوكي هلأ هون أنا بدي أحكي طلاب المتأخرين أو لسه ما بلشوا معي ولسه ما طلبوا البطاقة ولسه ما جابوا الدوسية أنا رح أقول لك أنه في درس الإنزيمات رح نبلش إحنا في واحد ثمانية واحد ثمانية الفين واربعة وعشرين في واحد ثمانية رح نبلش في درس الثاني درس الإنزيمات آه يعني الآن من لما نزل هذا الفيديو وإنت حضرته بإمكانك أنك تنجز في حصص المركبات العضوية اللي هو الدرس الأول حتى توصل معنا في واحد ثمانية رح نبدأ في درس الإنزيمات وهكذا رح نخلص الدروس كلها لحدنا نوصل إلى تاريخ مهم جدا التاريخ المتوقع لختم المادة لأنه أنا حاطت مجال وحاطت فرصة ليش؟ رح أخلص قبل المدارس من عشرين إلى خمسة وعشرين اتناعش الفين واربعة وعشرين تمام؟ بالإضافة لأنه هيك أنا بأعطي مجال للطالب اللي متأخر عليه حصة حصتين ثلاث أربعة اتأخر فيهم ما أحضرهم خلال الفصل أه بعطي مجال بأنه يروح يحضرهم يعني أنا بدي أختم من عشرين لخمسة وعشرين بكون خلصت أنت معك من مثلا أنا خلصت بثلاثة وعشرين معك لعند واحد واحد أو خلينا نقول لعند واحد ثلاثين اتناعش الفين واربعة وعشرين تمام؟ عشان تكون خاتم كل الحصص اللي راحت عليك بعدين بتدخل على إيش؟ على امتحاناتك التجربية وإلى آخري إذن هاي هي كل التفاصيل اللي أنا بدي أعمل لك ولكن أهم مش بدي أرجع أن نبه ونحط الرقم قدامكم عشان تنضموا على جروبات الواتساب 078095288 بإمكانكم أن تأخذوا سكرينشوت بالإضافة إلى أنه راح يكون موجود في الكابشن بإذن الله تعالى محبكم الأستاذ إبراهيم صباح منصة جو أكاديمي والتخطيط دايما أهم خطوة في التوجيه يعطيكم ألف عافية اشتركوا في القناة